لا شك أن الاستماع للقرآن الكريم هو باب من أبواب الراحة و الطمأنينة لكن فيه أمور تساعد على هذا نعم يعني أولها أن يكون الاستماع إلى صاحب صوت حسن فهذا له أثر لا شك من يقرأ القرآن و يجيد قراءته و أوتيها صوتا حسنا هذا تأثيره أبلغ هذه القضية أظناء ما فيها جدل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى أصحاب الأصوات الحسنة الله أكبر فكان يستمع إلى أبي موسى لا شعري و يقول لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود و يستمع إلى عبد الله أبن مسعود و يقول من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله مسعود يعني إذا كان بعد 1400 سنة قراء المنشاوي و الحصاري و سعد الغامدي القرآن بهذه الصورة لتأثر القلوب فكيف بالقراءة في الصدر الأول و هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم نعم حسنت و لذلك أقول صاحب الصوت الحسن له تأثير لكن أنبه إلى أنه لا ينبغي أن يتخذ القرآن كأنه غناء فإن تجميل الصوت بالقرآن أو تجميل القرآن بالصوت كلاهما ورد جملوا أصواتكم بالقرآن و جملوا القرآن بأصواتكم لا ينبغي أن يتجاوز حدوده المشروع فيصل إلى مرحلة التمطيط و التشبيه بالغناء و غيره لا القرآن له قدسية و له نمط معين ينبغي أن لا يتجاوز الإنسان في حدود يعني قواعد التجويد المعروفة لأنه صار مع الأسف هناك أحيانا فقط ميل للتلذذ بنغمة لوحدها شوف شوف كيف قراء كم آية بنفس واحد صح؟ صار فيه التنافس و تبادل للرسائل فلان يقرأ في صير اهتمامك فقط بيش و ما شاء الله عليه ما طول نفسه اسمع اسمع شوفك في النغمة كيف لا ما يصلح القرآن ما نزل هذا القرآن ينبغي أن تفهم أن هذه وسائل لتحقيق غاية هذه وسائل لتحقيق غاية ما هي الغاية؟ الغاية التدبر الغاية أن يتعلق قلبك بالقرآن فلذلك ابحث في السماع على من تجد قلبك معه لا من تتنغم أو تحس بحسن نغمة الصوت فقط مجردا عن المعاني و مرة تجتمع هذا و هذا يعني تجد قلبك و حسن الصوت بلا شك أنا قلت هذا قلت أن الصوت الحسن يساعد على الخشوع لكن لاحظة يساعد إذن الغاية هي التدبر الغاية هي المعنى القارئ الذي سوف يسميه بعض العلماء القراءة التفسيرية هذا في علم كامل في علوم القرآن اسمه الوقف و الابتداء أحيانا بعض القراءة بما يعني رزقه الله عز وجل من العلم و المعرفة يعني قد ترى تنغم صوته بس لا لا تقف عند هذه تبدأ بهذه أحيانا الوقوف عند موطن معين مصيبة يفسد المعنى تماما و في أشياء أحيانا يغفل عنها الناس حتى الآئمة أعطيك مثال مثلا في سورة الأنبياء لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن أهل النار عفنا الله و إياكم قال الله عز وجل لهم فيها زفير و هم فيها لا يسمعون طيب أكثر الأئمة يقف عند هذه ثم يكبر للركوع ثم يبدأ في الركعة الثانية و يكمل لاحظة ركعة ثانية لما تكمل الآية لبعدها إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ إذا تركت الآيات الأولى و بدأت بها هنا اختلف المعنى شوف إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى الحسنة اللي هي الجنة و رحمة الله أولئك عنها و أشتفهم عن النار أنت فهمت عن النار الآن لأنك مستحضر الآيات اللي قبل لكن إذا جعلتها ابتدائية سينصرف الحديث عن الجنة مُبْعَدُونَ عن الحسنة إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى أُولَئِكَ عنها أي عن الحسنة مُبْعَدُونَ و هذا ما يمكن أن يكون فلذلك لا ينبغي للإمام أن يقف هنا و إنما يواصل لهم فيها زفيرون و هم فيها لا يسمعون إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى أُولَئِكَ عنها مُبْعَدُونَ لا يسمعون حسيسة إلى آخره ثم يرك أي فأقول القارئ يجب أن تبحث عن القارئ الذي ينفعك ليس فقط لتستانس على جمال صوته بس لا اللي قراءته فيها تدبر قراءته فيها خشوع قراءته فيها تفسير على الأقل على الأقل على الأقل يثير عندك استفامات ماذا معنى كذا؟ ليش قال كذا؟ سبحان الله هيا فتروح تبحث و في ناس يعني قناص في المعاني مرة واحد كذا جالس يسمع و قال و جنود يعني في قول الله عز وجل و جنودا لم تروها مباشرة هو جالس يسمع كذا قال سبحان الله شوف لا يفترض أن ترى النصر ولا خطوات النصر أنت نصرت جنودا لم تروها انتهت المسألة أنت نصرتها الدعاء هذا لم يذهب سدى لا يشترض أن ترى النصر أنت دعيت الله خلص تولى الله و كله أمرك لا و شيء آخر لو قطعتك ما ليش يا أخي يوسف فضل الشيء آخر أنه قد يفتح الله عز وجل عليك أنت ما لم يفتحه حتى على علماء في موضوع القرآن الكريم يعني أحد الأخوة ما هو بعالم ولا شيء شايب كبير سني يقول واحد من المشايخ يقول كنت أتعجب من كثرة قراءة القرآن يوميا من بعد المغرب العشاء ما يخرج من مسجد بالحالة يجلس يقرأ هالشايب لين العشاء هو يقرأ القرآن يقول قلت مرة مرة بجي أنا أبشوف شون قراءته هالشايب يقول ما في المسجد أحد أبد إلا هو وأنا خلفه هو ما يدري عنه سبحانه الله يقول هالشايب قاعد يقرأ القرآن حتى مرت هذه الآية و هي قول الله عز وجل أفي الله شك بالله عليكم هذه الآية كم مرت بنا وين التدبر فيها أفي الله شك يمكن ما خطر في بالنا شيء فاطر السنواتي يقول جلس يقف عندها قال أفي الله شك لا قال كذا يقول قال لا والله يا ربي ما فيك شك لا والله يا رب ما فيك شك يقول جلس يبكي ويرددها إلى نذن العشاء و هو يقول لا والله يا رب ما فيك شك سبحانه الله شف هذا المعنى هذا يا شيء مزلزل والله هذا معنى مزلزل هذا هو التدبر في معاني القرآن ترجمة نانسي قنقر